ينضم إلينا بروكسل سلام كيالي مراسل الغد سلام هل لك أن تطلعنا على صورة هذه التظاهرات التي شهدت الشبكات مع الأجهزة الأمنية؟ نعم سهام اشتبكات كبيرة عملياً كانت في نهاية هذه المظاهرة خرجت المظاهرة منتصف اليوم وتوجهت إلى حديقة سان كونتير وهي الحديقة الموجودة بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي الهدف من هذه المظاهرة بالأساس كان الوصول إلى تلك النقطة وتسجيل مطالب المتظاهرين التي تتلخص بإسقاط العمل بشهادة اللقاحات أو الشهادة الخضراء التي فرضتها الاتحاد الأوروبي وبالتالي فرضتها الدول المنظوية تحت الاتحاد الأوروبي وأيضاً طالبوا بإيقاف العمل أو إيقاف الضغوط على المواطنين الأوروبيين لتلقي جرعات اللقاحات هناك محاولة من هؤلاء لإيقاف المساعي الحكومية عملياً في كل دولة من الدول الأعضاء بأن يكون هناك تلقيح إجباري خاصة النمسا منذ أيام كانت قد فرضت التلقيح لمنهم أكثر من 18 عاماً بشكل إجباري بمعنى أن هناك احتجاجات من هؤلاء للتنديد بالخطوات الأوروبية أو الخطوات الحكومية المحلية في كل دولة أوروبية لإجبار المواطنين على التلقيح أو الاعتماد على الشهادات الخضراء خاصة وأن هناك تصعيد من قبل الحكومات أو تضييق دعينا نقول سهام من قبل الحكومات بما يخص الشهادة الخضراء هناك كانت الشهادة تنص على أنه يجب تقبل الشهادة في حال تلقى الشخص اللقاح أو أنه تعافى من فيروس كورونا أو أنه قد أجرى بي سي اير هناك الآن مساعي من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضاً الدول الأوروبية لأن تحتوي هذه الشهادة فقط على من تلقى اللقاح أو من تعافى من المرض هذا يعني أن هناك ضغوط حكومية هناك مساعي لدفع المواطنين لتلقي اللقاحات من خلال التضييق على إمكانية ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي دون أن يكونوا قد تلقوا اللقاحات استمعنا لبعض المتظاهرين اليوم قالوا بأن هذه اللقاحات غير مجدية خاصة أن هناك من مرض حتى بعد تلقيه اللقاح أصيب بفيروس كورونا أيضاً هم تذرعوا بأن هناك أعراض تظهر على من تلقى اللقاحات بطبيعة الحال كان هناك حديث في الفترة الماضية على بعض اللقاحات بأنها تصيب أو أن يتلقىها يتعرض للجلطة ولكن من نظمة الأدوية الأوروبية كانت قد ضحضت هذه الشائعات ولكن هؤلاء يتمسكون بهذه المزاعم في مظاهراتهم هذه المظاهرة اليوم كان فيها حوالي خمسين ألف شخص توجهوا إلى تلك المنطقة وعند الوصول المتقل الاتحاد الأوروبي سهام تفرق المتظاهرين بمعنى قسم منهم ذهب لممارسة ما كان مخطط بالفعل لهذه المظاهرة وكان هناك كلمات لمن نظم هذه التظاهرة أو الوقفة الاحتجاجية في تلك المنطقة وقسم توجه للاشتباك مع رجال الأمن وحصلت اشتباكات استخدمت فيها الشرطة الهروات استخدمت فيها الكلاب وأيضا الغازات المسيرة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تناوشوا أو تبدأوا الاشتباكات مع رجال الأمن في نهاية هذه المسيرة طيب هذه المظاهرات التي كما تابعناها كانت كبيرة وتحمل ربما من كل دول الأوروبية حضروا في هذه المظاهرة وشاركوا بها هل يعتزم هؤلاء التظاهرة لطيلة هذا الأسبوع أم ستكون أسبوعية أم يقف الوضع على هو الويكند فقط نعم سيهم عمليا هذه المظاهرة هي السادسة من نوعها منذ الأسبوع الأول من نوفمبر خرجت المظاهرة الأولى هنا في بروكسل دعينا نتحدث عن بروكسل على وجه التحديد خرجت في الأسبوع الأول في الأحد الأول من شهر نوفمبر الماضي وكل أسبوعين في يوم الأحد تخرج مظاهرة أخرى تندد بذات أو لديها نفس المطالب وتندد بالإجراءات الحكومية على المستوى المحلي هنا في بروكسل ولكن ما يمين جموع من المواطنين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي رأينا أعلماً لفرنسا، لألمانيا، لهولندا، لبرتغال، إسبانيا، الليتوانيا كان هناك عملياً لأن المنظمة الداعية لهذه التظاهرة هي أوروبيون متحدون وهي تطالب بإيقاف العمل بشهادة الصحية كما ذكرت وأيضاً إيقاف عمليات التلقيح للمواطنين بمعنى أن هناك كانت دعوة أوروبية مقصودة لجمع أكبر عدد من المواطنين الأوروبيين من قبل هذه المنظمة والتوجه إلى منطقة الاتحاد الأوروبي وتسجيل مطالبهم بالقرب من المفوضية الأوروبية التي كما قد ذكرت سابقاً تضع سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخاصة بجائحة كورونا شكراً جزيلاً لك، سلام كياه لمراسل الغد، كنت معناً بريكسل شكراً جزيلاً لك